حل مشكل كراش على تطبيقه الخاص نبشات اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق سنابشات في هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول الأسفل نضغط على سنابشات ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه أتنسوا اشتراك وتغترز اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر